البنتاجون يقول عملية لملاحقة حماس في رافح يجب أن تراعي العدد الكبير من المدنيين هناك يعني يا جماعة قتلوا بس بالراحة قتلوا بس عدد شوية بلاش الكتير بلاش إبادة ممكن شوية صغيرين بلاش العدد الكبير صراحة يعني مواقف لا علاقة لها بالإنسانية لا علاقة لها بالديمقراطية لا علاقة لها بحقوق الإنسان هي مواقف فقط تحمي المصالح الإسرائيلية فقط والمشهد غريب جدا استمرار في العملية العسكرية دخول الدبابات الشرقية رفح قصف إسرائيلي متواصل وإرسال وفد إلى القاهرة لإستمرار المفاوضات نتنياهو يريد أن يكسب مزيدا من الأرض مزيد من الأرض مزيد من المواقف يحاول أن يبدو وكأنه منتصرا في هذه الحرب رغم أنه لم ينتصر إلا أنه يريد أن يبدو كذلك وينقذ نفسه وينقذ حكومته ومش مهم بقى الـ 34 ألف فلسطيني دول حرب إبادة لا يهمه شيئا